صلاح قلبك فيه رضى السميع القريب فراع حسن النوايا يكل عبد منيب وراقب الله واطلب محركات القلوب أخلص وكن ذيطين ولا تكن كالمريب واحرص على كل خير واحذر وبال الذنوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم أحبة في الله ما زلنا نتكلم عن المحبة عن محبة الله هذا المقام العظيم التي هي أعظم محركات القلوب كما قال ابن تيمي رحمه الله قال اعلم أن محركات القلوب ثلاثة المحبة والخوف والرجاء ثم قال وإن أعظم هذه الثلاثة أعظم محركات القلوب المحبة المحبة تكلمنا في اللقاء الماضي عن آثار المحبة على القلب واليوم سنتكلم بإذن الله عن آثار المحبة على اللسان وعلى عبودية اللسان لله سبحانه وتعالى إذا جاءت المحبة والأحبة محبة الله عز وجل وسكنت في فؤادي وفي فؤادك ونزلت محبة الله في قلوبنا حينئذ سيكون لها أثر كما قلنا على القلب تكلمنا عنه وعلى عبودية اللسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة ولما سئن عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وعن أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفمو والفرج فإذا حلت محبة الله سبحانه وتعالى في القلوب كان لها أثر على اللسان وعلى عبودية اللسان وعلى استقامة اللسان فلا يخرج منه إلا كل طيب لأن العلماء ماذا يقولون اللسان مغراف القلوب اللسان مغراف القلوب فإذا كان القلب ملئ بالإيمان والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والافتقار والتوكل والتقوى كان الغرف جميلا فلا يخرج من اللسان إلا جميل وفي الحديث يقول المعاذ وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول من أحب شيئا أكثر من ذكره فإذا كانت محبتنا أيها الأحبة لله حقيقية صادقة ما فيها تزيف ما فيها زيف ما فيها ادعاء لك أن تتخيل أن هذا اللسان لا يخرج منه إلا كل طيب والضد بالضد النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه هكذا أمنا تقول رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه يعني ما تركت ما تركت حال وهو واقف وهو جالس وهو متجع وهو يمشي وهو حاضر وهو مسافر في كل يحواله وهو على طهارة وهو على جنابة ولذلك حينما ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لو رجعنا إلى كتاب الوابل الصيب رأينا ابن القيم كيف استقصى استقصى فوائد الذكر وكيف كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله إذا دخل بيته ذكر الله وإذا خرج من بيتي ذكر الله وإذا ذهب السوق ذكر الله وإذا نام ذكر الله وإذا استيقل ذكر الله وإذا أكل طعاما ذكر الله وإذا دخل الخلاء ذكر الله وإذا خرج من الخلاء ذكر الله وإذا نزع ثوبه ذكر الله وإذا لبسه ذكر الله كل أحيانه صلى الله عليه وسلم دلال على ماذا حبتي في الله على أن القلب قد عمر بالذكر ألا بذكر الله تطمئنه القلوب في الناحية الأخرى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله لذلك المحبة إذا جاءت أفرزت عبودية اللسان فأصبح لا يذكر إلا الله عز وجل أصبح ذكر الله ديدنه والله الذي لا إله إلا هو قد بلغ ببعضهم أنه يذكر الله نائما ارجعوا إلى كتب التراجم والسيار وارجعوا إلى من تثقون في كلامهم وأن أشهد بالله أني قد رأيت من يذكر الله نائما نائما خلاص القلب حي فإذا هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى الله عز وجل ماذا يقول يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكرا كثيرا أذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه يا أحب ما الذي يكلفنا الذكر الذكر إذا ذكرت الله ذكرك الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بيش فتاة فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون إن غفلتنا عن ذكر الله دلال على أن القلب به شيء وإن حرصنا على ذكر الله عز وجل دلالة على أن قلوبنا قد ملأت إيمانا ومحبة الآن أصحاب الأموال تجدوا إذا جلس في أي مجلس كلامه كله في الأموال وأصحاب السيارات كلامهم كله في السيارات وأصحاب العقارات كلامهم كله في العقارات طيب والذين يحبون الله عز وجل لما لا يكون ديدنهم ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه متوافق مع القلب الذي يحب الله سبحانه وتعالى كذلك أيها الأحبة من آثار المحبة إذا نزلت في القلب العكوف على القرآن تلاوة القرآن يا أحبة أين نحن من القرآن أين نحن من القرآن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار هكذا يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه تزعم يا رعاك الله أنك محبا لله ولا تقرأ كلامه ولا تقرأه إلا من رمضان إلى رمضان ولا تقرأه إلا من الجمعة إلى الجمعة أين محبتك لله أما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة كان يحافظ على قراءة الإخلاص فقال إن حبك إياها أدخلك الجنة وفي رواية إن الله أحبك بحبك إياها يا إخواني نحن نسمع عن الشعراء وعن الهانين والعشاق كيف يصف كلام حبيبته ونبراتها وكلامها وعباراتها وهذا مخلوق مع مخلوق أين نحن من القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إن لله لا أهلين من الناس من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أنزعم أن نحب الله ونغفل عن قراءة كلامه ونغفل عن القرآن محبة فيها علامة استفهام ولذلك إذا صدقت المحبة في القلوب نشرت المصاحف وقرئت الآيات وقام النأس في ظلام الليل يناجون الله بالقرآن كلام حبيبهم كلام حبيبهم فيا من هزر القرآن راجع نفسك وأنت تزعم أنك تحب الله محبة الله تعني أنك تحب كلامه قال هناك كلام أعظم من هذه المعجزة الخالدة التي تكفل الله بحفظها لا داوم عليه يا رعاك الله إلزم نفسك بورد من القرآن حتى تصل أن يفتح الله عليك من أثار محبة الله إذا نزلت في القلب وظهرت على اللسان ظهر الدعاء فكان دائما يدعو الله يناجي الله لسانه لا يفتر من الدعاء لأنه يعلم أن الدعاء يحبه الله الدعاء يحبه الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يقول صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أبعد هذا تغفل عن أن تدعو ربك إن الله يحب الملحين في الدعاء الملح كلما ألححت كلما أحبك الله سبحانه وتعالى يحب الملحين إن الله يغضب من الذي لا يسأله إن الله عز وجل في كل ليلة أيها الأحبة ينزل للسماء الدنيا نزول يليق به يقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم حتى يطلع الفجر في كل ليلة أما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أفضل العبادة الدعاء أين نحن من هذا الخير أين نحن من هذا الخير أما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرها يستحي سبحانه حياء يليق به إذن إذا ظهرت المحبة واستوضنت في القلب ظهرت آثارها على اللسان وبدأ اللسان يذكر الله ويقرأ القرآن ويدعو الرحمن كيف لا تدعو الله ألا تدعو حبيبك ألا تدعو من يحبك وبيده كل شيء الرفع والخفض بيده البسط والقبض بيده الغناء والفقر بيده العزة والذلة بيده أين أنت يا رعاك الله من الدعاء الله أكبر ما أعظم الدعاء من أعظم مظاهر العبودية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أيضا أحبتي في الله من آثار من آثار المحبة على اللسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحن أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن لم يستطع فبليسانه إن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان لا تقول أنا ما لي صلاحة لا الدين النصيحة الدين النصيحة و لذلك أيها الأحبة الله عز وجل ميز هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و تؤمنون بالله و لذلك أيها الأحبة الإنسان لا يعني يثقل عن هذا الخير عن هذه المزية التي ميزنا الله بها عن سائر الأمم و الله يا أخي الأمور يعني صعبة لا لا يا أخي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف و لا يكن نهيك عن المنكر بالمنكر ما أجمل أن تسدي إلي نصيحة أن تسدي إلي كلمة طيبة أن تنبهني إذا غفلت أن تمصحني إذا جهلت أن تأخذ بيدي حتى لا أقع في النار أو فيما يسخط الله عز وجل عن نصيحة يا أيها الأحبة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر هذه أمانة في أعناقنا الإنسان ما يقول يا أخي أنا والله يا أخي لا ما لي صلاح لا يا أخي حاول على أقل ابري ذمتك أمام الله عز وجل بما تستطيع إذا وصلت إلى أضعف الإيمان لا تترك ذلك ما قدرت بيدك ولا بلسانك يا أخي بقلبك لكن ترى المنكرات وترى المحرمات وحتى ما يتحرك في قلبك إنكار لا لا ليست هذه من صفات المحب إن الله يغار وغيرة الله أن تنتهى كمحارمه ولذلك قدّم عند ربك عذراً موقفاً يا ربي أنا والله ما أستطيع إلا بقلبي إن قدرت بلساني طيب قدرت بيدي وما هناك منكر أكبر لا بأس لكن حتى الإنكار بالقلب لا فإذن من آثار محبة الله إذا سكنت في القلب وظهرت على اللسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك أيها الأحبة من آثار المحبة على اللسان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يا الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحد خير لك من حمر النعم وربنا عز وجل يقول سبحانه في الكتاب الكريم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّا نِمْ لَلْمُسْلِمِينَ الدعوة إلى الله منهج الأنبياء إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض والنمل في جحره والحوت في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير على معلمي الناس الخير يا سلام الله في عليائه والملائكة بأعدادهم وأهل السماء وأهل الأرض والنمل في جحره والحوت في البحر من يحصي هؤلاء إلا الله كلهم يدعون ويصلون على معلمي الناس الخير سهلة يسيرة لا والله ما يسيرة والله ما تتحقق هذه إلا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فالإنسان والأحبة يحاول قدر ما يستطيع أن يدعو إلى الله أن يعلم أن ينصح أن يأمر بالمعروف أن ينهى عن المنكر أن يكون قدوة هو بذاته نكتفي بهذه الفوائد من آثار المحبة على اللسان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقنا وإياكم لكل خير وأن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يغفر لموتانا وموت المسلمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلاح قلبك فيه رضى السميع القريب فراع حسن النوايا يكل عبد منيب وراقب الله واطلب محركات القلوب أخلص وكن ذيطين ولا تكن كالمريب واحرص على كل خير واحذر وبال الذنوب